يعني أنا كنت مصمم لا لا الخبر انتشر يوم المباراة الصبح هل أنت سحيت من النوم قلت أنا عاتزل النهارده لا 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 طبعا لا طبعا أنا بقالي فترة تبليل خبر عالفنا الصبح معالفناهش أبلاها بفترة أنا اللي قلت عايزه الصبح عشان يبقى مفاجر الناس أنا بقالي فترة بحضره أنا بقالي فترة أنا بحضره أنا أصلا من سنتين أكريم كان أي حد يسألني أقول له أنا هبطى بعد سنتين أنا كنت حاطف في دماغي اللي أنا هبطى بعد سنتين فخلاص كان نقص على الدوري حوالي 3-4 شهور فأنا اخترت التوقيت ده اللي ما فيش ماتش تاني الأهلي وأصوان في أصوان مش هي ما فيه تاني ماتش أصوان والأهلي الفترة دي على الأهلي يعني الدورة هيخلص نكلم على الموسم ده على الموسم ده فقلت أحلى توقيت أنا بقالي 27 سنة بلعب كورة فمشنتيج على 3 شهور فاختر التوقيت الصح اللي أنت تطلع فيه وانت كبير يعني فأنا بقالي فترة بحضر للموضوع ده طبعا الرئيس ندق أصوان بصراحة بسعيدني في الموضوع جدا والأستاذ هب مصور سعيدني في الموضوع جدا ما كنش معترضين نهاء العكس قالوا لي انت نفسك في ايه احنا نعملولك انت ديت لنادق أصوان واحنا بنحبك وانت لك رصيدة عند الناس جدا وليك رصيدة عند الجمهور فأنا قلتولهم أنا بس شارطي يعني الناس تنزل في الموضوع بتاع أصوان الصبح الساعة عشر الساعة عشر فحتى سألني بس شارطي أنا عايز يبقى مفاجأة للناس الناس تصحب النوم أو أي حاجة بقى مفاجأة ده عدوا يدوروا يعودوا إزاي إيه اللي حصل يعني ما بقاش قبلها بيوم ويومين ستبقى الموضوع يعني متداول صح أما قبل الموضوع بساعتين ثلاثة قدام نادل آهل هتلاقي الدنيا بقت منتشرة الحمد لله حصل بالفعل الدنيا بقت الحمد لله تفهمي عند ربنا الناس قبلتني مقابلة حلوة جدا جمهور أسوان قبلني مقابلة حلوة جدا جمهور نادل آهلي قبلني مقابلة حلوة أوي 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 كريم بصراحة أنا كنت سعيد أوي 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 دايما حتى كنت أقول اللي الجمهور الأهلي بيحبه ده ربنا بيحبه يعني صح فكان مشهد بالنسبة لي جميل قوي قوي اللي جمهور نادل آهلي كرمك كرمك مرة واثنين وثلاثة وين ده علي مرة وثلاثة هو جمهور أسوان والسادة الوزير عامر فاروق كرمني والرئيس النادي كرمني كان يوم جميل وكمية المسجيات وكمية الحاجات اللي جات لي بعد المتش أنا كنت سعيد جدا 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 بيها فحاسب بعدها لأنا خدت الكرار الحمد لله الصح ايه أغلى المسجي جات لك أو حد قال لك يعني بالتوفيق لك في الفترة اللي جاية وفرحت قوي بالمسجي دا والله ناس كتيرة جدا أنا فاهم كل اللي بعثوا لك التأكيد مقدر دا طبعا بس يعني فيه مسجيات كي بتبقى غير متوقعة مسجي بتبقى غالية مسجي كنت مستنيع جدا فجأت لك مين بعينه بص أنا يعني أنا فيه ناس كتيرة جدا بس أنا كان أكتر مسجي بنسبالي والدتي يعني هيكت معايا في اليوم دا بس كانت سعيدة قوي كنت أنا شايف فيها الفرحة اللي أنا فنشت قدام منادي الأهلي أو خلصت يعني خلصت الكورة قدام منادي الأهلي فهيكت فرحانة أوي 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 دا كان بالنسبالي كان حاجة حلوة جدا جدا ناس كتيرة جدا كلمتني من برا مصر جوا مصر فوالله ناس كتير يعني أنا دواتي مش متذكر بس أنا يعني أكتر حد كان فرحان جدا بالمشهد كان والدتي طيب